اشتركوا في القناة راح نعرف الفرق ما بين المراحل المختلفة لعملية الهضم ثالثا راح نبين اثر انزيمات الهضم على الطعام عزيز الطالب لا بد من معرفة وظائف الجهاز الهضمي فما هي وظائف الجهاز الهضمي؟ اهم وظائفه عبارة عن تقطيع الطعام طحنه الى قطع صغيرة الوظيفة الثانية عبارة عن تحويل المواد المغدية الى مواد يسهل امتصاصها اما الوظيفة الثالثة عبارة عن التخلص من المواد التي لا يمكن هضمها فلا بد من التركيز على هذه الوظائف الثلاثة المتمثلة في الجهاز الهضمي نتعرف على عملية الهضم عبارة عن رحلة تبدأ من المضق فاذا قلنا رحلة معناتها ان هذه الرحلة تبدأ في الفم هناك نوع من الهضم يسمى بالهضم الميكانيكي ما المقصود بالهضم الميكانيكي؟ الهضم الميكانيكي عبارة عن مضغ الطعام وتقطيعه الى قطع صغيرة معناتها قطعة الطعام رح تتقطع لنا الى اجزاء لذلك سميته الهضم الميكانيكي في تكسير الى الطعام من قطع كبيرة الى قطع صغيرة فهذا المقصود بالهضم الميكانيكي الذي يحدث في الفم بواسطة الاسنان هناك نوع اخر من الهضم يسمى بالهضم الكيميائي ما المقصود بالهضم الكيميائي؟ عملية الهضم الكيميائي هي عملية تبدأ بنشاط الانزيمات لا بد من معرفة ان الهضم الكيميائي هناك ما يسمى بالانزيمات الأنزيمات هي التي تعمل على تحليل الغذاء إلى جزيئات صغيرة يسهل على خلايا الجسم امتصاصها والاستفادة منها فلابد من التركيز أن الهضم الكيميائي تتواجد به الأنزيمات فبالتالي بما أن الهضم في الفم يتواجد نوعين من الهضم الكيميائي والهضم الميكانيكي لابد من الإشارة أن الهضم في الفم أول عمليات الهضم راح تصير إلى الكربوهايدريت الكربوهايدريت مادة معقدة تتحول إلى سكريات بسيطة بواسطة انزيم يسمى انزيم الأمايليز فالكربوهايدريت والنشا المعقد يتحول إلى سكريات بواسطة انزيم الأمايليز فهذا النوع من الهضم يسمى الهضم الكيميائي ننتقل إلى الرحلة الثانية عبارة عن منطقة المريء كما نلاحظ هذا هو المريء ماذا يحدث في المريء؟ هناك تتابع لدفع الطعام نحو المعيدة المعيدة يسمى أو تسمى الحركة التي تحدث في المريء بالحركة الدودية وهي تسهل عملية انتقال الطعام من المريء إلى المعيدة راح ننتقل إلى المعيدة فعزيز الطالب لاحظ هذا المريء فهناك حركة عبارة عن حركة دودية تسهل انتقال الطعام إلى المعيدة عزيز الطالب فكر معاي ما هو أنواع الهضم هل هو كيميائي أم ميكانيكي في الحالات التالية إفراز إنزيم الأمايليز في الفم قلنا إنزيم الأمايليز لازم لابد من الإشارة أن هناك إنزيم الأمايليز في أي نوع من الهضم تقطيع وطحن أضل غداء ثالثا راح يفرز إنزيم البيبسين في المعيدة فبالتالي راح نتعرف على أنواع الهضم إنزيم الأمايليز عبارة عن هضم كيميائي ليش سمينا هضم كيميائي؟ لأن وجود هذا الإنزيم يؤدي إلى حدوث الهضم الكيميائي أما بالنسبة إلى تقطيع وطحن الطعام راح يكون إلينا هضم ميكانيكي ليش هضم ميكانيكي؟ لأنه صار فيه تقطيع إلى الطعام آخر شيء إفراز إنزيم البيبسين في المعيدة بما أنه إنزيم البيبسين فلابد من الإشارة أنه هضم كيميائي ننتقل إلى العضو آخر في الجهاز الهضمي وهو المعيدة عزيز الطالب لا بد من الإشارة إن المعيدة تتواجد هناك ما يسمى به العضلة الفؤادية العضلة الفؤادية هي العضلة التي تسمح بمرور الطعام من المريء باتجاه المعيدة فلذلك سميناها بالعضلة الفؤادية ففي المعيدة يحدث أيضا هناك نوع من الهضم الميكانيكي للحصول على المزيد من تفتت الطعام فبالتالي يختلط مع إفرازات المعيدة الحامضية يتحول الطعام إلى سائل في المعيدة هنا السائل الذي راح يتحول يطلق عليه اسم الكيموس لا بد من الإشارة إلى إن هذا المسمى لازم عزيز الطالب نحفظ إن هذا الكيموس هو السائل المتكون بداخل المعيدة فبالتالي يخرج الكيموس من خلال ما يسمى بالعضلة البوابية من المعيدة إلى الأمعاء فهني عبارة عن العضلة البوابية العضلة البوابية الطعام الكيموس راح ينتقل إلى الأمعاء من خلال العضلة البوابية ننتقل إلى المعدة لازلنا في المعدة المعدة تتكون من إفرازات حمضية هذه الإفرازات الحمضية يمنعها من التسرب إلى المريء نفس ما قلنا سابقا العضلة الفؤادية للمعدة فماذا سوف يحدث لو تسربت هذه الإفرازات الحامضية إلى المريء يعني الكيموس رجع لنا بطريقة رجعية إلى المريء ماذا سوف يحدث؟ سوف يحدث ما يسمى بالحموضة عملية الهضم بالتالي انتقلت إلى المعدة المعدة لا بد من الإشارة إلى أن المعدة يتواجد بها ما يسمى انزيم البيبسين انزيم البيبسين عزيز الطالب لا بد من التركيز أنه يعمل على هضم البروتينات كذلك جدار المعدة تتكون من مادة مخاطية فلو قلت لماذا تتواجد المادة المخاطية في المعدة؟ تتواجد المادة المخاطية لحماية المعدة من الإفرازات الحمضية ومن انزيم البيبسين فلا بد من معرفة ماذا سوف يحدث لو لم تتواجد المادة المخاطية لو لم تتواجد المادة المخاطية سوف تتكون ما يسمى بقرحة المعدة فالمادة المخاطية مادة أساسية مادة ضرورية في المعدة حماية المعدة من الإفرازات الحمضية كذلك من انزيم البيبسين لازمنا عزيز الطالب في المعدة ففي المعدة تتحول البروتينات المعقدة إلى سلسلة ببتدية فالبروتينات راح تتحول إلينا إلى سلسلة ببتدية من خلال انزيم الببسين لا بد من معرفة أن انزيم البيبسين يعمل على تحول البروتينات إلى سلسلة ببتدية في المعدة ننتقل إلى الأمعاء الدقيقة يحدث فيها نوعان من الهضم الهضم الكيميائي والهضم الميكانيكي فالهضم الكيميائي والميكانيكي في الأمعاء الدقيقة تعتمد على إفراز ثلاث أعضاء عضوية في المعدة عندي ملحقات الأمعاء الدقيقة عبارة عن الكبد المرارة أو لها مسمى ثاني هو نفسه الحوصلة الصفراوية والبنكرياس راح نتعرف على ثلاثة الملحقات هذه من الأمعاء الدقيقة بداية الأمعاء الدقيقة يحدث فيها نفس ما قلنا نوعين من الهضم الهضم الكيميائي والهضم الميكانيكي الملحقات عبارة عن الكبد ما هي أهمية الكبد في عملية الهضم أو عملية الهضم في الجهاز الهضمي فأهمية الكبد تعمل على إفراز المادة الصفرا التي تعمل على هضم الدهون هذه رقم واحد ثانيا عزيز الطالب لا بد من معرفة أن الكبد يعمل على إفراز أو تفرز هذه المادة الصفرا في الأمعاء الدقيقة أنتقل إلى الملحق الثاني فهذا عندي الملحق الأول الملحق الثاني عزيز الطالب عبارة عن الحوصلة الصفراوية الحوصلة الصفراوية ما هي الدور الحيوي التي تقوم فيه في عملية الهضم تخزن المادة الصفراء الزائدة لحين الحاجة إليها فتخزين المادة الصفراء لحين الحاجة إليها الملحق رقم ثلاثة عبارة عن البنكرياس ماذا يعمل البنكرياس وما هو أهميته في الجهاز الهضمي؟ يعمل البنكرياس على إفراز أنزيمات لهضم الكربوهايدريت البروتين والدهون يعمل على هضم الكربوهايدريت البروتين والدهون فبالتالي كذلك راح يعمل على إفراز سائل قلوي ليش راح يفرز هذا السائل القلوي؟ لابد من معرفة أن أهمية هذا السائل القلوي لرفع قيمة البيئت في الأمعاء مما يوفر وسط مناسب لعمل الإنزيمات المعاوية فعندنا أهميتين حيويتين لابد من الإشارة إليهم بعد الإشارة إلى الملحقات المتواجدة في الأمعاء الدقيقة لابد من معرفتها في جسم الإنسان بداية الكبد نشير إليها هذا عبارة عن الكبد أما بالنسبة إلى الحوصلة الصفراوية أو ما تسمى بالمرارة هنا تكمن المرارة الملحق الثالث عبارة عن البنكرياس هنا هذا عبارة عن البنكرياس فهذه الثلاثة عبارة عن ملحقات الجهاز الهضمي بعد الانتهاء من عملية الهضم الكيميائي تتم هناك عملية امتصاص المواد المغذية من الأمعاء الدقيقة عملية الامتصاص راح تتم عن طريق ما يسمى بالخملات المعاوية عزيز الطالب لاحظ معاي هذه الصورة هذه الصورة تتمثل في الخملات الخملات المعاوية عبارة ما هي وظيفة هذه الخملات المعاوية الخملات المعاوية تعمل على زيادة سطح الامتصاص امتصاص المادة الغذائية فنفس ما نشوفنا هنا الأمعاء الدقيقة تتمثل هذه عبارة عن الأمعاء الدقيقة تتكون بما يسمى من الخملات المعاوية أهميتها زيادة مساحة سطح الامتصاص انتقل إلى آخر جزء آخر الرحلة من عملية الهضم تتمثل في الأمعاء الغليظة الأمعاء الغليظة تتكون أو راح نتعرف في الأمعاء الغليظة عفوا على وظيفتها ووظيفة الأجزاء الملحقة بالأمعاء الغليظة نفس ما قلنا أن الأمعاء الغليظة هي آخر جزء من القناة الهضمية يعني رحلتنا في الجهاز الهضمي بدأت تنتهي كذلك ما هي محتويات الأمعاء الغليظة محتويات الأمعاء الغليظة عبارة عن القولون الزائدة الدودية والمستقيم فعندي ثلاث أنواع من القولون عندي ما يسمى بالقولون الصاعد القولون المستعرض والقولون النازل هذا القولون صاعد مستعرض ونازل كذلك ما هي وظيفة الأمعاء الغليظة الأمعاء الغليظة عبارة عن امتصاص الماء فيما تبقى من الغذاء فبعد عملية الامتصاص يصبح صلب القوام فيعرف ما يسمى بالبراز وظيفة الحركة الدودية لعضلات الأمعاء الغليظة فما هي وظيفة الحركة الدودية ليش راح تصلي أن حركة دودية في الأمعاء الغليظة تدفع البراز إلى المستقيم لا بد من الإشارة إلى المستقيم المستقيم نتواجد في نهاية الجهاز الهضمي فبالتالي يتم التخلص من البراز عبر فتحة الشرج فتلخيصا لما سبق نقول أن الفم نوعان من الهضم يتواجد عندي هضم ميكانيكي وهضم كيميائي لا بد من معرفة أنواع الهضم في كل جزء من أجزاء الجهاز الهضمي أما المريء لا يحدث به أي نوع من عمليات الهضم وإنما عملية حركة فراح تصلي عملية نقل سميناها بالحركة الدودية ثالثا المعيدة ماذا سوف يحدث في المعيدة؟ هناك نوعان من الهضم الهضم الميكانيكي والهضم الكيميائي رابعا الأمعاء الدقيقة يتواجد به الهضم الميكانيكي والكيميائي كذلك امتصاص المادة المغذية فعندي هضم ميكانيكي كيميائي وامتصاص نهاية الجهاز الهضمي نفس ما تعرفنا الأمعاء الغليظة ماذا سوف يحدث في الأمعاء الغليظة؟ الأمعاء الغليظة امتصاص إلى الماء فعزيز الطالب لو حبينا نقيم على فيما سبق اللي قلنا فيما سبق عبارة علي لي حدوث الحموضة للشخص عندي سؤال أول فكر معاي ليش راح تحدث الحموضة إلى الشخص رقم اثنين أي أجزاء من الجهاز الهضمي يحدث فيه الهضم الكيميائي والميكانيكي أولا النوعان من الهضم رقم ثلاثة وجود الخملات في الأمعاء الدقيقة فأتمنى أنه فكرت معاي عزيز الطالب ننتقل إلى السؤال الأول لماذا تحدث الحموضة للشخص؟ نفس ما شرحنا وقلنا إنه بسبب سماح العضلة العاصرة الفؤادية في الجزء العلوي من المعدة راح يصير فيه تسرب الحمض تسرب الحمض إلى المريء أما بالنسبة للسؤال الثاني أي الأجزاء من الجهاز الهضمي يحدث فيها الهضم الكيميائي والميكانيكي؟ أولا راح يحدث لنا في الفم راح تصير لنا الحركة الميكانيكية الهضم الكيميائي والهضم الميكانيكي رقم ثلاثة علل وجود الخملات في الأمعاء الدقيقة ما هي أهمية هذه الخملات؟ نسمى قلنا سابقا إن وظيفة هذه الخملات عبارة عن زيادة مساحة امتصاص الطعام أعزاء الطلبة شكرا لحسن استماعكم وأتمنى منكم الاستفادة من درس اليوم ترجمة نانسي قنقر